أفادت مصادر وكالة رويترز أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت من الكونغرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة لدبابة لإسرائيل وفي سياق متصل نقل موقع إكسيوس الأمريكي عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن العملية العسكرية في خان يونس ستستمر من ثلاثة إلى أربعة أسابيع كما شار المسؤول العسكري الإسرائيلي إلى أن العمليات العسكرية في غزة ستكون مكثفة لمدة أربعة أسابيع من واشنطن ينضم إلينا الباحث في مركز أبحاث الدراسات الدولية بواشنطن بسام برابندي سيد بسام أهلا بك معنا إلى متى ستستمر واشنطن باستخدام الفيتو لوقف الحرب الإسرائيلية على قطع غزة شكراً لصدافة أمس كان هناك في لقاء مع مستشار أو نائب المستشار الرئيس الأمريكي لأمن القومي جون فينر سألوه كان تماماً هذا هو السؤال الذي لم سألوه متى ستتوقف أمريكا أو تنطب أمريكا من إسرائيل أن تقف هذا الحرب كان جوابه بما يلي هذا جواب رسمي أولاً بأن الولايات المتحدة تمون على إسرائيل ولكن لا تستطيع أن تمنع إسرائيل من الحرب لديها نفوذة على إسرائيل ولكن إسرائيل هي من يقرح الحرب ثانياً أن الولايات المتحدة تتفق مع الهداف الإسرائيلية برقم واحد بأن حماس لن تشرك التهديد عسكري لإسرائيل وأن حماس لن تكون تحكم غزة مرة أخرى ورقم ثلاثة بأنهم يعتقدون الأمريكان بما يقول الإسرائيليون بأن قادة حماس هم موجودون اليوم في خان يونس وفي مناطق جنوب غزة فبالتالي الولايات المتحدة تتفق مع هذا التحليل أو الموقف الإسرائيلي وبالتالي مجموعة هذه الاتفاقيات أو هذه الأفكار هو قال أمس أن الولايات المتحدة لن تدعم أي وقف لإطلاق النار في غزة حتى يتم تحقيق هذه الشروط الأربع طيب لكن سيد بسام بحسب ما ذكرت حضرتك واشنطن تمون على إسرائيل لكن لا يس بإمكانها الضغط عليها وأن إسرائيل هي من تقرر متى ستوقف الحرب على قطاع غزة وليست واشنطن لكن لو لا الدعم الأمريكي المتواصل والثابت حتى اللحظة لإسرائيل لما كانت هي بهذه القوة سواء في مجلس الأمن أو حتى بدعم واشنطن لها بالسلاح صحيح ولكن الطريقة التي تركب فيها أو الإدارة الأمريكية السياسة الأمريكية تجاه شرق الأوسط ليست مركبة بطريقة الإسرائيل هي جزء من السياسة الأمريكية الأمنية العسكرية والداخلية يوجد فيها ليست علاقة جدا مترابطة مع بعض ليست مثل أي دولتين أخرتين الدقاط الأربع التي ذكرها سيد فنر أمس هي تمثل تمازج أو اتفاق أمريكي مع الهدف الإسرائيلي فبالتالي هم يعتقدون بأن الإسرائيليون لم يحققوا هذه الأهداف والولايات المتحدة تتفق معهم على هذه الأهداف فبالتالي لن يكون هناك ضغط حقيقي من الولايات المتحدة على إسرائيل وقف هذا القتل الذي يجري كل يوم حتى يتم تحقيق هذه الأهداف ولكن هم الأمريكيون يقولون بأنهم يضغطون على الإسرائيليين حتى لا يكون هناك قتل المدنيين حتى لا يكون هناك تدمير للمشروعات التي نراها كل يوم وهذه الأمور سيتم التحقيق فيها أو التحديث فيها بعد انتهاء العمليات العسكرية بمعنى آخر هو يقول لا تتوقع من الولايات المتحدة أن تتخذ موقفا اليوم يختلف عن الموقف الذي اتخذته موقف جزري طبعا تغييره الحقيقي بالموقف الأمريكي بدعمه بالإسرائيل اليوم يختلف عن الموقف الذي اتخذنا منذ أسبوعين أو منذ عشرة أيام لكن حتى اللحظة الموقف الأمريكي الواضح والثابت هو دعمها لإسرائيل بحسب ما تقول إسرائيل للقضاء على حماس ماذا عن ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية في الضفة لجوجة حماس سيد بسام لماذا لا تضغط واشنطن على إسرائيل لوقف هجماتها واقتحاماتها داخل الضفة الغربية علينا أن لا ننسى بأن ما يقوم المتضرفون الإسرائيليون في الضفة الغربية هم دعمون الحكومة الإسرائيلية إسرائيل هي من تعطيهم السلاح وهي من تحميهم بالقانون وهي من تسهل لهم هذه الأمور فبالتالي هي جزء من السياسة الإسرائيلية تجاه أهلنا في الضفة الغربية مرة أخرى الولايات المتحدة لا تقول الإسرائيل لا تفعلي هي فقط تطلب منها بلطف أن يحدد حجم هذه الممارسات أو هذه الانتهاكات ما أصر هذا اللطف سيد بسام تطلب منها بلطف هناك الآلاف تموت يوميا وما تزال واشنطن تطلب بلطف من إسرائيل أن يوقف الحرب بلطف وأدب العلاقة هي علاقة تاريخية علاقة تأسيس كل الجامعات الأمريكية مثلا والنخب الأمريكية الموجودة في الولايات المتحدة التي بدأت منذ عام 1900 إلى اليوم تركزت على هذا البعد التوراتي الديني في السياسة الأمريكية فبالتالي هو موضوع ليس جديد ليس حديث لكذا هناك نقل نوعية حقيقية بعد الحرب ال67 عندما اعتبروا إسرائيل هي جزء من محور النيتو أو الأمريكي ضد الاتحاد السوفيتي دولة ديمقراطية الوحيدة القوية التي هزمت الشعوب الأربع دول محيطة بها ثم أصبحت جزء من القوات الأمريكية المتقدمة لحماية مصالح أمريكية في الشرق الأوسط هذه التراكبية الأكاديمية الشعبية المالية العسكرية ليست وليدة اليوم لهذا ما ذكرت بأن السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل هي ليست تجاه أن الرئيس الحالي أو الرئيس السابق أو القادم لديه أفضلية أو هو يمون أكثر هناك عقلية سياسية تحكم الولايات المتحدة منذ زمن بعيد تتكرس كل يوم بهذا النوع حلا الحراك الشعب الذي جرى في كل الولايات المتحدة أو أغلب الولايات المتحدة لعطاء الشعب الفلسطيني حقه بتقرير المصير أو بالاستقلال يعني حرك كثيرا من الأمور الداخلية وعاد إلى الصدح كثيرا نعم سيد بسام ولكن فعلا العلاقة هي عميقة وعدم موجود من يهز هذه العلاقة من الطرف العربي يتحدى هذه العلاقة بشكل عربي الطرف العربي الأمريكي وليس العربي الدول أو الإسلامي اللي هنا بيتوازى مع النفوذ الموجود المتكرس في العمل السياسي الأمريكي صعب أن نرى هناك تغير حقيقي يعني الناخب الأمريكي اليوم إذا سمح لي بآخر نخطأ الناخب الأمريكي اليوم أو عضو المجلس النواب عندما ينظر إلى من يصوت له ينظر إلى موضوعين من يتفع المال لحاملة الانتخابية ومن يقوم بالتصويت بشكل فعلي وقت الانتخابات المسلمين والعرب الأمريكون هم يعتقدون بأنهم لن يؤثروا لعملية سياسية وبالتالي لا يعملوا شيء فهذه عملية معقدة فعلا تحتاج إلى كثير من التفكير جسير من الشطارة من العرب والأمريكان وشكرا لك شكرا جزيلا لك من واشنطن الباحث في مركز أبحاث الدراسات الدولية بواشنطن بسام برابندي شكرا لك شكرا لك